نعم كنت قد ذكرت في بداية الحلقة في المقدمة تحديدا عن تعريف الموسيقى عند العرب حيث قيل في المثال العربي أن الموسيقى غذاء للروح وشفاء للنفس ملهمة الفنان مفككة الأحزان محركة الشعور يعني تعابير جدا يعني راقية وجميلة لفن الموسيقى نعم وصولا إلى أنها علاج المرضى طيب انطلاقا من رسالة الدكتوراه في الطب الرسالة الأولى لحضرتك التي كان عنوانها المعالجة في الموسيقى عن المعالجة من الموسيقى عند العرب نعم في العصر الوسيط في العصر الوسيط نعم هل يمكن أن نجد الدواء عند نداء أبو مراد كانت دراسة تاريخية حول كيف كان العرب منذ العصر الأموي حتى عصر الإنحيطات يعني كيف كانوا يستخدمون أو يوظفون الموسيقى أو العناصر الموسيقية في عملية علاجية وهذا شأن ما زال حيا في بعض الأطر التقليدية في آسيا أو أيضا في أفريقا الشمالية استخدام المقامات والإقاعات في نوعا من تغيير وجهة المرض وذلك مرتكز على العناصر والأمزجة والأخلاط على الفكر الطبية القديم هذا موضوع كان يستخدم أما الآن وفي هذه الرسالة التي نقشتها منذ زمن بعيد جدا كانت الخلاصة أن الوطن العربي بحاجة هو إلى علاج أي المجتمع بحاجة إلى علاج قبل أن نتكلم عن معالجة الفرد أن الثقافة المهجنة جدا البعيدة عن الهوية عن المنابع الثقافية هناك شرخ هناك أصوليات من ناحية أو سلفيات ومن ناحية أخرى هناك جنوح لحوى الاندماج في الغرب وكأنما عندنا التقليد التكراري والذي هو قريب من الفكر السلفي والحداثة التغريبية كما كنا نتكلم عن ذلك في الإطار الموسيقي وهناك التقليد التأويل معادلة التقليد التأويل في كل الشؤون الاجتماعية والثقافية والسياسية والأدبية والموسيقية هي معادلة جدا مهمة وأظن أننا في علامنا العربي المعاصر ننسى هذه الإمكانية أن نستطيع أن نأخذ أن نستنبط ما هو أساسي في ثقافتنا وأن نبني على منواله وليس أن نشتره وأن نستنسخه أن نبني على منواله لكي ننطلق نحو التجديد التجديد المتأصل جدا يبدو هذه الإشكالية قديمة يعني ليست حديثة أو ليست وليدة حتى عشر سنوات مضت ربما أكثر هي وليدة هي تنطلق من العصر النهضة العربية نعم أيام جلالي الأفغاني وإمام محمد عبدو في الإطار الفكر الديني وأيضا في الإطار الأدبي وفي إطار الموسيقي مع عبد الحمولي وهذه المدرسة يعني الصراع بين التكرار أو الإختراب أو التغرب كليا هناك حل ثالث هو التعمق في ينابيع الثقافية الأساسية الجوهرية في أمتنا وأن ننطلق من هذه الينابيع لكي نحاكي المعاصرة وليس من مطلق الحداثة التي هي أوديبية يعني تقتل الأب نعم تعتبر الموسيقى خطاب حضاري مهم ومتأصل في حوار الحضارات كيف يمكن الحفاظ على الإرث الحضاري للموسيقى؟ هذا ما تفضلت وقلت أنه هذا مهم جدا حوار الحضارات أو حوار الثقافات الآن نتكلم أكثر عن أظن أنه مسألة حوار الثقافات هناك ثقافات متعددة على الكرة الأرضية وعلى الصعيد الموسيقى هناك موسيقات متعددة حتى لو اعتبرنا أن الموسيقى هي في لغويتها نعم هي فيها ظاهرة واحدة إنما هناك لغات متعددة إذن على كي ندخل في حوار مع الآخر علينا أن نكون في غيرية وإن كنا مندمجين بالآخر قبل أن نحاوره لا حوار ممكن أو كنا منغلقين كليا على نفسنا في سلفية أو في تقوقع أو في تزمت ثقافي أيضا هناك مشكلة علينا أن نعي ما هو أساسي في ثقافتنا في مختلف الأنشطة يعني إن كانت فكر فلسفة دين أو موسيقى أو أدب علينا أن نعي ما هي الأركان الأساسية التي تحرك الحياة في هذا الإطار وأن ننطلق من ذلك لكي نطق بنفسنا وبما أعطانا هو الله أغضق علينا من خيرات الله سبحانه وتعالى وأن ننطلق لكي نكون تصنيفات أو مصنفات جديدة تكون تفعيلا للإرس تفعيلا للينبيع في معادلات جديدة اليوم قد نستطيع أن نقدمها إلى العالم وأن نكون لنا مكان تحت الشمس وأن لا نكون من المستهلكين والمستهلكين للسلع الثقافية الغربية في إطار عولمة كارثية إذا لم نحسب حسابنا لهذا التراث والتقليد التأويل العولمة الكارثية التي تتحدث عنها هل هناك عوامل؟ قد تكون عولمة جيدة لكنها كارثية نعم هي ليست بالمنحة السلبي دائما ولكن إذا أخذناها بالمنحة السلبي لنقول ما هي المعطيات أو الظروف التي يمكن أن تحيط بنا أو تحيط بالموسيقى أو بالثقافة العربية أو الثقافة أو الحضارة التي نتحدث عنها لتفادي الدخول معمقا في هذا العالم وحتى لا تسيطر علينا علينا أن نعود إلى أوليات التأويل هذا أول شيء يعني على الإنسان أن يعرف ما هي المسائل الأساسية في ثقافته في هويته وأن لا يتقوقع فيها بالطريقة التزمتية والسلفية من الذي يعود بنا إلى هذا التأويل؟ هذا إرادة هذا قرار يأخذه الناس ويأخذه المجتمعات وتأخذه الدؤل أيضا أن نبحث عن ما هي مقاومات هذه الثقافة هويتنا وأن نبلور فيها ما هو خميرة خميرة قد تمكن من أو ما هي حبة الحنطة التي تموت وتحية تحية في الصمولة أو في شجرة علينا أن نبحث عن هذه المقاومات الأساسية وأن نعطيها الإمكانية لكي تحي ونرويها ونضع عليها كل الأسباب الرخاء فبعد ذلك قد نجد الجواب الإجابة لهذا التساعد نعم في هذا العصر الذي يعني يسمى بعصر الموسيقى الهابطة مع كل الأسف يعني نقول الموسيقى الهابطة هل هناك يعني الموسيقى صاعدة أيه هل هناك موسيقى صاعدة مثلا؟ الموسيقى هي بدون لحم بدون قواعد بدون ألم تجد في هذا الشاب هذا الصبي المراهق رضا نعم أنه هل كان من نوع لكن رضا خلفه أستاذ أو دكتور نيداء أبو هراد وهو منتمن إلى جيل ولدينا عدد من الطلاب من الأطفال ومن الشباب الذين يدرسون الموسيقى أو الشباب الذين يدرسون علم الموسيقى ويتعصلون في هذا وهناك جمهور نشعر أن هناك جمهور من الشباب يتعطشوا إلى ما هو أصيل إلى ما هو جميل وينبوعي هناك هذا هذا لكن علينا أن نقدم له ذلك ومن خلال وسائل الإعلام وأنتم وسيلة إعلامية جديدة يعني أبارك لكم منحاكم المتأصل والجيد والبحث عن الامتيازات وعن هذه المسعى الثقافية العميق هذا أقل ما يمكن أن نفعله لا كليست كل وسائل الإعلامية لم أعد هذا المنوان لقد وجدت فيكم حقا خميرة رائعة ويمكنكم أن تسعوا لكي تساعدوا هذا الجيل لكي يتعرف على ثقافته العميقة وعلى هذه المناحة التأويلية في ثقافته إن كانت موسيقية وغيرها يدهم بيد معك يا دكتور بكل سرور طيب يقال بأن الدكتور نداء أبو مراد كرس نفسه للموسيقى المشرقية العربية والعالمية كان لديك تحفظ على موضوع الموسيقى العالمية لا وجود لموسيقى العالمية لا وجود ولكنه مصطلح يستخدم إنما هذا خاطئ من المنطلق العلمي لا وجود لموسيقى كما لا وجود للغة عالمية في الكلام لا نحتمل أن نعتبر الإنجليزية أنها اللغة العالمية لا هي مستخدمة كثيرا إنما ليست لغة عالمية هناك لغات متعددة هناك لغة كظاهرة واحدة تجمع لا كظاهرة كظاهرة تدرس أنه ما هي اللغة هي مجموعة من الإشارات التي تحمل دلالات وهي بعلاقات بنيوية بينها إلى آخر إنما ذلك الأمر هو موجود في إطار الموسيقى هناك موسيقات هناك لغات موسيقية متعددة لغة موسيقية أوروبية لغة موسيقية مشرقية العربية لغة موسيقية هندية لغة موسيقية فرسية يابانية صينية هناك لغات موسيقية متعددة ولا يجوز أن نقبل فكرة أن تكون هناك موسيقى عالمية قد تكون طاغية على الباقية على ما تبقى في العالم وما هو يسعى لك أن يكون عالميا هو النهج الموسيقي الأنجلوسكسوني الخفيف الاستحلاكي وهذا مرفوض العولة تسعى لأن تفرض الموسيقى البوب ومشتقاتها المتعددة ألغى الأمريكية على بقية العالم وهذه هي الموسيقى العالمية التي يسعون إلى فرضها ولكن علينا أن نسعى لمقاومتها نعم هل ينحصر التذوق الموسيقي بالنخبة مثقفة دون غيرها؟ نخبة القلوب وليس ربما نخبة الثقافة إنما الثقافة ليست نخبة بالمعنى المادي هناك نخبة القلوب لكي يعشق المرء موسيقى فيها موسيقى الأعماق موسيقى التأويل عليها أن يكون مرهفا في قلبه فاتحا لقلبه متعطشا لما يأتيه من العالم هل الموسيقى لغة عالمية؟ الموسيقى ليست لغة عالمية إنما قد تؤثر بالناس متخطية لوجود العالمية في قموس ندع أبو مراد؟ العالم موجود والعولمة موجودة والناس والبشر العالمية التي تجمع شريحة كبيرة على اختلاف الثقافات والحضارات إذا كانت هذه العالمية تأخذ بعين الاعتبار التعدد الثقافي والاختلاف نعم هذه العالمية مقبولة إنما العالمية التي تريد أن تفرض سوية واحدة هي عولمة وعالمية مرفوضة وعلينا أن نقاومها أريد فقط ختاما الحديث عن موضوع تخت الموسيقى الفصحة العربية ماذا نعني بالفصحة؟ الفصحة هنا ليس الكلام الفصيح بالضرورة إنما ما يفسحه عن المكنون نستطيع أن نتكلم عن موسيقى فصحة وكمان نتكلم عن موسيقى كلاسيكية يعني اللغة، الكلام الفصيح والموسيقى الفصحة هذا هو المعنى ختاما دكتور نداء أود شك أنا أشكرك طبعا على هذا اللقاء المميز أردنا الحديث أكثر عن نداء أبو مراد الإنسان علاقته بالكمان وبدايته والآخرة ربما هي مواضيع يعني تم الحديث عنها مطولا نرجو الاستفادة نرجو أن يكون مشاهد قد استفاد من هذا اللقاء بخبرة نداء أبو مراد وبالمصطلحات الرائعة التي استخدمتها والتفاسير والتعبير التي قدمتها لنا في هذه الحلقة شكرا لحضورك دكتور نداء أشكرك كثيرا وأتمنى لكم التوفيق في هذا التلفزيون الجديد تلفزيون آسيا الحبيب شكرا شكرا دكتور نداء والشكر موصول أيضا بالمشاهدين الأكارم الذين بقوا معنا طوال هذا الوقت لمتابعة هذه الحلقة وأيضا لفريق العمل جميعا في برنامج مبدعون حتى نلتقي معكم في حلقة جديدة متجددة من برنامج مبدعون تقبل تحياتي أنا باسي مع عيسى السرحان إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر